أهلاً بكم إلى التفاصيل والبداية من دافوس حيث أقر وزير الخارجية محمد الحكيم خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بأن العبء الأكبر للانسحاب الأمريكي من سوريا سيكون على العراق مؤكداً أن الجيش العراقي سيقوم بعمليات خاصة ضد التنظيم داخل الأراضي السورية في الحقيقة كان قرار الانسحاب مفاجأة بالنسبة لنا أيضاً وعندما جاء بومبيو إلى العراق سألناه عن سبب الانسحاب وجدوله الزمني وفي البداية كان الحديث عن أيام وأسابيع ثم تحول إلى أشهر هم يعيدون مراجعة القرار الآن وربما يأخذ وقتاً أطول والحقيقة أن العراق سيتحمل العبء الأكبر في هذا القرار لدينا حدود كبيرة مع سوريا وشرق الفرات عج بعناصر داعش وتقع المسؤولية على العراق في تغطية المناطق التي كان يغطيها الجيش الأمريكي رئيس الوزراء أرسل مبعوثاً خاصاً لسوريا لإبلاغهم أن العراق سينفذ عمليات عسكرية ضد داعش ليس عمليات القصف الجوي فقط بل عمليات أرضية بقوات خاصة تدخل لتنفيذ عمليات خاطفة وتنسحب من سوريا لدينا حدود كبيرة أعذار جميلة